بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين إن شاء الله اليوم رح نختم موضوع انسحاب المحاور للقطوع المخروطية وشفنا بالدرس السابق كيف يتم التعامل مع أسئلة القطع الناقص وإذا لم تكن معادلة القطع الناقص بالصورة القياسية فيمكن تحويلها إلى الصورة القياسية باتباع مجموعة من الخطوات وأريد بركاتي ذكرني بالخطوة الأولى نعم استاذ نخلي معامل الأكس تربيع هو قرينه بالطرف الأيسان اتبا 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 اتب لا لا مهسة لا مهسة ولا قسم ممنوع نقسم هذا نقسم مش وقت ما ريد يصير عندك خلط بين القطع المكافئ والقطع الناقص القطع المكافئ يقول راح نجعل المتغير التربيعي واللي شبهه بالطرف الايسر وباقي الحدود كلها بالطرف الايمن ولازم يكون معامل المتغير التربيعي واحد فاقسم على المعامل لكن بالقطع الناقص لا تقول اجعل كل متغير تربيعي وقرينه بالطرف الايسر والعدد الثابت بالطرف الايمن ثم سحب عامل مشترك من كل زوج من الحجود في الطرف الايسر يعني من ذوله راح اسحب عامل مشترك ومن ذوله راح اسحب عامل مشترك والاربع واربعين تبقى اذا العامل المشترك منها راح يكون خمسة وعشرين حتى يبقى معامل الاكس تربيع واحد ومنها راح يكون تسعة على مودي يصير معامل الواي تربيع واحد اذا هس الاحجاية لحجيتها نضيف مربع نصف معامل اكس مرة ومربع نصف معامل واي مرة اخرى الى الطرف الايسر وكل عدد يتم اضافته الى الطرف الايسر يضرب بالعامل المشترك ويضاف ناتجه الى الطرف الايمن شن اللي اقصده بهذا الحجي اسمع من ضرغام نعم استرد اول شي بالاكس نسويها اكس تربيع ناقص اربع اكس نصف الاربع ناقص اربع اكس اي بعد ناخد نصف الاربع اثنين تربيع اربع اذا هذا زائد اربع ازين هنا اش راح يصير عندي ازززززززززززززززززززازززززززازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز كل ثلاثة حدود في الطرف الأيسر تحول إلى مربع كامل الخمسة وعشرين هذه رح تبقى على وضعها هذا رح يصير عندي قوس تربيع أخذ من الأول جذرة من الأوسط إشارته من الثالث جذرة لكل تربيع هذا التسعة رح يبقى على وضعه أخذ من الأول جذرة من الأوسط إشارته من الثالث جذرة لكل تربيع ذول أجمعهم جمع اعتيادي رح يصيرون عندي ميتين وخمسة وعشرين إذن وصلت إلى الخطوة الشبه النهائية قبل البدء بحل السؤال يعني شبه النهائية للوصول إلى الصورة القياسية رح أقسم الطرفين على ميتين وخمسة وعشرين بما أنه خمسة وعشرين في تسعة تساوي ميتين وخمسة وعشرين فعند القسمة يجوز تبديل البصوط مع المقامات بشكل قطري المعاملات إذن معناها رح يصير اكس ناقص اثنين تربيع على تسعة زائد واي زائد ثلاثة تربيع على خمسة وعشرين يساوي واحد يفضل ولا يجب يساك فرق بين اليستحب واليجب بأن الأي تربيع يكون أولا في القطع الناقص ولكن في القطع زائد يجب أن يكون أولا إذن هذا علم يشبه من المعادلات القياسية اللي تعلمناها بالدروس الماضية محمد أمجد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم البؤرتين رح تكون البؤرتين ما الأيام زمان هي صفر سي وصفر سالب سي اليوم رح يصير اتش كي زائد سي و اتش كي ناقص سي الرأسيا اتش كي زائد اي و اتش كي ناقص اي القطبين اتش زائد بي كي و اتش ناقص بي كي والاختلاف المركزي رح يصير عندي سي على اي اللي هو اربعة على خمسة اذا خلي نمر مروه سريع للأفكار اللي كررناها و نحاول نسلط الضوء على الأفكار الجديدة اتقدرون هنا تاخذون صورة للشاشة حتى ننتقل الى السؤال الاخر واذا عدكم اي مداخلة فاضلوا سئلوا السؤال الاخر هذا يربط بين الماضي والحاضر جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبؤرتاه موجب او سالب جذر ستة صفر اذا لحد الان قيمة سي تساوي جذر ستة والبؤرة تقع على محور السينات زيان ويمر ببؤرة القطع المكافئ السؤال ما موجود بالكتاب ولكن فكرته من تدرب على هيتش افكار بعد تشوف الموضوع سهل جدا ويمر ببؤرة القطع المكافئ هذا القطع المكافئ اول ما اشوفه اقول اكيد هذا قطع مكافئ تحت تأثير انسحاب ش مدريني تحت تأثير انسحاب لان لو هذا ما اكو كان صار قطع مكافئ رأسه نقطة الاصل فيه y تربع x فيه x تربع y لكن ما طول عندي اكتر من حديا اكيد تحت تأثير انسحاب كلمة يمر معناها ينتمي واذا مر القطع الناقص بنقطة فانها تحقق معادلتين هذه النقطة اذا ما بها صفر مثلا واحد اثنيا فهي لازم تكون x y لازم ولكن اذا كانت النقطة بيها صفر نيان صفر صفر سبعة هي ايضا x y ولكن اكو طريق اسهل من عدهم تكون اي اذا كانت على نفس محور البؤرة مثل الرأس ونستخرج منها بي اذا كانت على عكس محور البؤرة اذا معناها خلي اروح احسب بؤرة القطع المكافئ ورح اجي اشوف من يانوع اذا خطوات الحل ما القطع المكافئ اللي سولفناها بالدروس الماضية انا هنا مختصر خطوة يعني المفروض شاقول اقول y تربيع ناقص 2 y بالطرف الايسر و12 x بعد 12 x ناقص زائد 11 بالطرف الايمن وبعدين اضيف للطرفين مربع نصف معامل y زين اضفتها اجعل الطرف الايسر مربعا كاملا واجمع دعش زائد 1 12 اسحب 12 عامل مشترك المن يشبه يشبه ال y ناقص k تربيع يساوي 4 pvx ناقص h هذا الحجي ما القطع المكافئ استخرجت قيمة h k والp وين دارد اوصل يقول لي بس وصلني الى البؤرة اذا البؤرة رح يكون عندي h زائد p k طلعت اثنين واحد اذا هذه تمثل بؤرة القطع المكافئ اللي هي تنتمي للقطع الناقص زين القطع الناقص مركزه نقطة الاصل النقطة ما بها صفر معناها x y اذا اكتب قانون القطع الناقص اعوض النقطة نضرب في اي تربيع بي تربيع معادلة رقم واحد حلال مشاكل معادلة رقم اثنين وبعدين احل المعادلة حل اعتيادي رح يطلع البي تربيع تساوي اثنين والأي تربيع تساوي ثمانية واكتب المعادلة بشكل طبيعي قلنا هذا السؤال ما موجود بالكتاب ولكن لاتراء الموضوع حتى اربط بين المعلومات السابقة والمعلومات الحالية اذا اكو اي مداخلة والسؤال هو اصلا احنا ما اخذي واجب ازيان تمارين القطع الناقص اهنا ما راح اسعول فيها لان كل الافكار اللي اخذناها تمارين القطع الناقص الفرع C والفرع D هذه معادلات بالصورة القياسية لكن الفرع E والفرع F هذا بحاجة الى تبسيط وخطوات الحل اللي سؤلفناها هسة اذا موجود الحل ما لتها حل تبصيلي بالملزمة وتقدر تحلها وتركناها ايضا واجب واتدقق الحل ويالملزمة هسة هنا ما هو الفرق بين انسحاب القطع الزائد وانسحاب القطع الناقص واذا اقول على الموضوع السهل راح اكون ظالم لهذا الموضوع لانه سهل جدا ومن الخطأ ان نقول عليه سهل ازيان خلي نشوف ايام زمان وخلي نربطها بالوقت الحاضر المحورين الاحداثيين تشوفهم امامك القطع الزائد اذا كان على اليمين وعلى اليسار المركز مات نقطة الاصل الوريجين البؤرتين مات راح تكون سي صفر وسالب سي صفر والرأسيين راح يكونون اي صفر وسالب اي صفر طرفي المحور المرافق راح يكونون صفر بي وصفر سالب بي والمحور الحقيقي معادلته ويساوي صفر اللي تقع عليه البؤرتين والرأسيين والمحور التخيلي معادلته اكس تساوي صفر زيان هذا القطع الزائد من ينسحب بهذه الصورة اذا اعتقد انتو بسهولة بالغة راح تقولولي شنو الاحداثيات مات واريد اسأل السؤال سيكون موجه للجميع وفاطمة الزهراء علي شتوقعين المركز مات اش راح يكون لا مستاذ يكون اج كي المركز راح يكون عندي اج كي زيان البؤرتين والرأسيين اش راح يصيرون الرأسيين يصير اج زائد اي بكي جيد الرأسي الاول الرأسي التاني اج ناقص اي بكي والبؤرتين اه سي اج زائد نعم بكي نعم و اج ناقص سي بكي زيان الاموان امتو راح يصير اج بكي زائد ب و اج بكي ناقص بي اذا معناها نفس الحجم القطع الناقص مع اختلاف الشكل و معادلة المحور الحقيقي راح يكون و يساوي كي و معادلة المحور التخيلي راح يصير اكس تساوي اج اذا معناها نفس القوانين مع اختلاف شكل القطع و المعادلة راح تكون بينهما اشارة سالبة بالنسبة للقطع الزائد وبينهما اشارة موجبة بالنسبة للقطع الناقص و الا التفاصيل راح تكون بنفس الاسلوب تقريبا حلال مشاكل يبقى س تربيع يساوي اي تربيع زائد بي تربيع طول المحور الحقيقي يبقى اي طول المحور التخيلي يبقى تربيع والاختلاف المركزي يبقى سي على اي هذه الاشارة راح تكون بينهما سالب بالنسبة للقطع الزائد وبالنسبة للقطع الناقص راح يكون موجب اذا هنا سواء كان يمين يسر او اذا كان اعلى اسفل الفرق الرئيسي اللي سبق وان اخذنا سابقا من كان مركزه نقطة الاصل ان في القطع الناقص يكون اي تربيع هو المقام الاكبر دائما اينما وجد بعد ما اجعل اجعل المعادلة بالصورة القياسية ولكن في القطع الزائد يكون اي تربيع هو المقام الحد الاول الموجب دائما فاذا كان تحت الاكس فتكون البؤرتين والرئسين على محور السينات اليوم اقول البؤرتين والرئسين يقعان على مستقيم يوازي محور السينات زين القطبين الاموان والامتو اللي نسميها للسهولة قطبين مكان ما اقول يقعان على محور الصادات اقول يقعان على مستقيم يوازي محور الصادات زين هسا ان القطع الزائد مش رحته بشكل مفصل ولكن اللي رح اقول اسمه السي انا متأكد رح يطيني كل التفاصيل لان همام سعد اكيد رح يربط لي ويا المعلومات لتعلمها بالقطع الناقص همام شنو المعادلة اللي تشبه هذه نعم معادلة يعني تفسد القطع الساد القديمة للجديدة تشبه الاكس ناقص اتش الكل تربيع على اي تربيع ناقص واي ناقص كي الكل تربيع على بي تربيع يسا واحد منو الاتش الاتش سالب اثنين والكي الكي واحد زين الاي تربيع منو تسعة اذا الاي يساوي ثلاثة والتو اي يساوي ستة ازين البي تربيع هو اربعة والبي ثان التو بي ساوي اربعة ازين اذا قلتلي الاتش يساوي سالب اثنين الكي يساوي واحد خلي اخلص من المركز هذه اذا مرت تحكوها ماكو مشكلة هذه ماكو مشكلة يعني بس تقولولي مركز القطع الزائد اذا هنا همامي يقول اي تربيع تساوي تسعة اذا اي تساوي ثلاثة اي ستة هذا طول المحور الحقيقي زين المحور الحقيقي ما طول يوازي محور السينات فاسمه واي يساوي ويساوي كي معنا ويساوي واحد زين يقول البي تربيع تساوي اربعة اذا البي تساوي اثنيا التو ب يساوي اربعة طول المحور التخيلي لانه يوازي محور الصادات اذا اكس تساوي اكس يساوي سالب اثنيا زين شكرا اليك اريد اسأل عباس ميثام اريد تستخرج السي وتقول لي السلام عليكم استاذ عليكم السلام استاذ سي تربيع تساوي اي تربيع زي بي تربيع يعني يعني سي تربيع تساوي ستعاش زي ستة وثلاثين ليش ستعاش ليش ليش انت هذا اي تربيع وهذا البي تربيع تسعة زايد اربعة نعم استاذ نعم تسعة زايد اربعة وتساوي تساوي تلتعاش يعني معنا سي تساوي جذرة تلطاعة جذرة تلطاعة زيان احتيلي شن البؤرة تيان البؤرة الاف وان هي اش زغال سي كي زيان والاف تو والاف تو هي اتش اه ناقص سي كي زيان من اريد عوضي هنا اش رح يصير عندي حيصير عندي اه سالب اثنيا اه ناقص زائد جذرة تلطاعة جذرة تلطاعة واحد بين جمعا خلاص ابقين هيج زيان وهذا ش رح يصير سالب اثنيا ناقص جذرة تلطاعة واحد اذا هذا هما يتبسط واحد اذا نسى هذه البؤرة تيان بمجرد ان اجي اكتب القانون رح اجي عوض تعويض باشر الرأسيان شنو قانونهم اه الفي وان هو اتش زاد اي كي نعم والفي تو هو اتش ناقص اي كي رح يصير تعويض مباشر ما رح يطلب مني ام وان وام تو فقط يريد مني بعد الاختلاف المركزي شنو قانون الاختلاف المركزي اه الاختلاف المركزي اي تساوي سي على اي وتساوي انه جذر تلطاعة على ثلاثة اكيد هذا اكبر من واحد شكرا لكم اللي عنده مداخلة اعتقد الامور مقارب جدا للقطع الناقص واحنا حتى القطع الزائد من اخذناه من كان مركزي ونقطة الاصل شفتوا اسهل من القطع الناقص لان الافكار كلش بتقاربه ازيان اذا كانت معادلة القطع الزائد لا تشبه احدى الصور القياسية فيتم تحويلها الى الصور القياسية بتقريبا نفس خطوات القطع الناقص الناقص رقم واحد الملاحظة تقول جعل كل متغير تربيعي وقرينه بالطرف الايسر ونقل الحد الثابت الى الطرف الايمن اه نرجس اه رزاق ترجمي لهذه العبارة الاولى السلام عليكم السلام عليكم السلام يعني نجعل تسعة والتربيع نعم ده ادن ستة وثلافين وال واحدة بصف اللو زيان وبعد ناقصا اربعة اكس تربيع ناقصا اربعين اكس نعم شاوين اه مية زيان اذا هذا الامر الاول شكرا زيان تبارك عمار اريد منك استخراج عامل مشترك من كل زوج من الحدود في الطرف الايسر زيان اه اه اية صباح نعم استاذ نعم انا عبرني فاتحة ما فاتحة يلا تبارك نستخرج التسع عامل مشترك يصر Y تربيع زادا أربعة Y جيد أربعة X تربيع ناقص 10 X هنا الفرق الكلش مهم اللي طالب يوقع بيه بالامتحان هنا من العامل المشترك تبارك مننا سحبنا تسع عامل مشترك سحبنا تسع عامل مشترك فصار هنا صار عندي Y تربيع زادا أربعة Y هنا أريد تكونين على حذر سحبنا سالب أربعة وليس أربعة وهو يطلاب يوقعون بهذا الخطأ اللي هنا انتهت تحتيتي وحرامات دضيع الدرجة فلازم أكون على حذر سحبت سالب أربعة عامل مشترك إذن سالب أربعة X تربيع تقسيم سالب أربعة هذا X تربيع سالب أربعين X تقسيم سالب أربعة رح يصير زائد عشرة X يساوي مية زين هسا أريدي هنا تقول لي لي أنتي إضافة مربع نصف معامل كل من X و Y للطرف الأيسر وكل عدد تم إضافته للطرف الأيسر يضرب بالعامل المشترك ويضاف إلى الطرف الأيمن شنو رأيك؟ نعم أستاذ أربعة نقسم على الثنين رح يصير ثنين ندفعها لوس يصير زائد الأربعة إذن هنا الربعها رح يصير هنا هذا رح يصير تسعة Y تربيع زائد أربعة Y زائد أربعة لحد الآن جيد جدا ناقص أربعة فيه نعم قسمة العشرة على الثنين خمسة خمسة تربيعها خمسة وعشرين إذن X تربيع زائد عشرة X زائد هنا خمسة وعشرين هنا كوني على حذر إيش رح أسوي هنا؟ هنا رح نضرب الأربعة في الثنين أربعة في تسعة نعم أربعة في تسعة هذا رح يكون ستة وثلاثين ناقصا أربعة في خمسة وعشرين يصوي ستة إذن ناقص مية إذن هذه اللي نقول دير بالكم جيد جدا إذا هنا إجابتك موفقة جدا إذن هنا أربعة في تسعة صار عندي ستة وثلاثين فضيفة هنا ستة وثلاثين هذه الخمسة وعشرين دير بالكم مو أضربها في أربعة هذه الخمسة وعشرين أضربها في سالب أربعة إذن معناها رح يصير عندي ناقص مية هس هنا الخطوة اللاحقة تقول تحويل كل ثلاث حدود في الطرف الأيسر إلى مربعا كاملا مع الإبقاء على العامل المشترك وجمع الحدود المتشابهة بالطرف الأيمن إذن معناها إحسين غاية شو تقول نعم نعم أستاذ نطرح المية والمية إذن هنا الطرف الأيمن يبقى ستة وثلاثين نحكيلي عن الطرف الأيسر أريد منك كل ثلاثة حدود في الطرف الأيسر تحولها إلى مربع كامل إيه سب نفتح قوس نعم تربيعي قوس تربيعي التسعر تنزل هذا قوي التربيع شنو بداخله داخله ي جدر الأول الجدر الثالث وإشارة الوسط زين والثاني واحد ناقص أربعة فيه شنو تربيع صير أكس زائد خمسة أكس زائد خمسة تربيع والطرف الأيمن صار عندي ستة وثلاثين أحمد سجاد إيش راح أسويه نعم أستاذ أقسم على ستة وثلاثين إذن راح نقسم كل المعادلة على الطرف الأيمن لتحويلها إلى الصورة القياسية إذن قسمت على ستة وثلاثين من هو الأي تربيع نعم أستاذ أي تربيع أي تربيع أربعة والبي تربيع تسعة أي اثنين بي تسعة أوكي الأش أستاذ الأش أش صالب خمسة والكي صالب اثنين الكي تساوي سالب اثنين إذن في حالة وجود أكس تربيع لوحده راح أقول عليه أكس ناقص صفر تربيع ونفس الحشي رحتينا سابقا إذا كان أصل المعادلة كلها تقبل القسمة على عدد قبل ما أسوي أي شي لازم أقسم على هذا العدد إذن معناها أحمد يقول الأج سالب خمسة والكي سالب اثنين إذن المركز انتهينا من عنده الأي تربيع أربعة معناها المحور الحقيقي ومعادلته البي تربيع تسعة يعني البي ثلاثة أستخرج المحور التخيلي ومعادلته أو أسميه المحور المرافق والسي تربيع رح يصير أي تربيع زائد بي تربيع هم رح يصير عندي تلتعاش يعني معناها السي تساوي جذر تلتعاش هالمرة البؤرتين رح تكون بالاتجاه الآخر قبل كانت صفر سي وصفر ناقص سي هسه صارت أتش كي زائد سي وأتش كي ناقص سي وبعدها نعوض تعويض مباشر الرئسيا أيضا بنفس الأسلوب وبعدها الاختلاف المركزي إذن هنا فقط اتخلون القلم على الورقة وهو يقوم يكتب من كيفه والسؤال لا يحمل أي تعقيد يذكر إذا عدكم أي مداخلة فاضلوا سئلوا المحاضرة هي مسجلة ورح ترسل لكم حتى تكتبون كل المعلومات بها حتى ما نريد أخركم هذا السؤال عين كل من البؤرتين الرأسيين ويريد مني التفاصيل إذن هنا السؤال وزاري والسؤال ما أقول علي صعب 9x تربيع ناقص 72x أخليهم واحد بصف الله سالب 4y تربيع زائد 8y واحد بصف الله المية وستة وسبعين حولت إلى الطرف الآخر سحبت عامل مشترك من كل زوج من الحدود في الطرف الأيسر ومرة ثانية أأكد على العامل المشترك هنا العامل المشترك سالب 4 إذن رح يصير y تربيع ناقص 2y هنا رح أضيف 16 وتسعة في 16 هنا رح تنضاف 144 هنا رح أضيف 1 سالب 4 في 1 رح يصير سالب 4 إذن أجعل كل ثلاثة حدود مربعا كاملا الفكرة في هذا السؤال من رح أقسم شوفوا طلعتكم الطرف الأيمن طلعت الطرف الأيمن سالب هذه الفكرة بالسؤال وإحنا ما أخذيها بالمركز وهو نقطة الأصل من أقسم على سالب 36 رح يصير عندي تبديل بالمواقع ورح هنا أكد لكم بأن هنا الطرف الأيسر ما طول سالب فأكيد هنا لازم يكون تبديل بالمواقع وباقي السؤال رح يصير عندي سهل جدا والمعلومات مباشرة جدا بنفس الأسلوب اللي حلينا هس إذن معناها نقول علي السؤال بسيط ومكدور علي التمارين لم يبقى لدينا إلا سؤالي الفرع A والفرع B هذا قديم أيام زمان الفرع C والفرع D إذن هذا يعتمد على الانسحاب إذن من ومنكم رح يقول لي الفرع C كيف يتم البدء به نعم أيهم أول شيء نقسم على ثماني يعني شوصي و وا وا زاد واحد الكرة تربيع على أربعة نعم ناقص ناقص واحد كرة تربيع على اثنين زين يساوي واحد من هو الأي تربيع السؤال الأي تربيع هو الأربعة يعني أول طرف إذن الأي الأي سونا أربعة والبي سونا اثنين الأي تربيع قلت لي أربعة يعني الأي على محمور الصادق يعني الأي إنت تقول للاي تربيع أربعة يعني الاي يساوي اثنين مجرد اذا تو اي تو اي يساوينا أربعة هذا طول المحور الحقيقي لأنه يوازي محور الصادات شنو معادلة استاذي طلعنا سي تربيع اي تربيع زار بي تربيع لا 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 مو حلال مشاكل مو العلاقة الرئيسية معادلة المحور الحقيقي المحور الحقيقي طوله تو اي زين ما طول الاي جو والواي اذا معناها القطع الزائد هذا يكون اعلى واسفل اذا محوره الحقيقي رح يوازي محور الصادات اذا شنو معادلته رح تكون اكس تساوي اتش والاتش هو واحد استغلاف اذا الاي تربيع اذا الاي تربيع اذا الاتش هو واحد الكي سالب واحد الاي تربيع اربعة الاي اثنين اتو اي اربعة معادلة المحور الحقيقي اكس يساوي واحد البي تربيع اثنين يعني البي جذر اثنين طول المحور التخيلي او المرافق اثنين جذر اثنين ومعادلته واي يساوي كي لانه افقي والسي تربيع رح يصير جذر ستة وايضا فقط كتابة القانون ومن ثم التعويض بهذا القانون هذا الفرع سي الفرع دي اشلون احوله الى الصورة القياسية محمد مازم نعم استاذ نعم ستة عشر تربيع زاعدة مية وستين ناخذ من عند يعني عام المشترك شنوع ستة عشر ستة عشر شقد يبقى عندي تربيع زاعدة عشرة اكس زيان والثالث والرابع التسعة واي تربيع ناخذ التسعة سالب تسعة يصير واي تربيع ناقص اثنين واي جيد جدا واي تربيع ناقص اثنين واي يساوي مية وخمسة واثمانين شغل اللي رح اضيفه ناخذ نصف معامل نصف مربع معامل اكس نعم عشرة نصية خمسة تربيع خمسة وعشرين ايدان خمسة وعشرين الثنية نصة واحد تربيع واحد شرح أضيف للطرف الأيمن نظرهم 16 في 25 يصير 400 نعم سيد والتسعة في واحد تسعة في واحد لو سالب تسعة في واحد سالب تسعة يعني سالب تسعة في واحد سالب تسعة هنا من سويته مربع كامل صار عند الطرف الأيمن 576 وال576 نعم السعاد السعة في ستة وثلاثين ستة وثلاثين إذا حاصر ضربهم يساوي الطرف الأيمن يصير تبديل إذن السعة في ستة وثلاثين واحد سعة في أربعة وستين من هو الأج سالب خمسة والكي والكي سالب واحد واحد مزيان إذن المركز هو سالب خمسة واحد الأي تربيع الأي تربيع ستة وثلاثين الأي الأي ستة التو أي تسعة لا أفعار سنعش هنا أثنعش جيد زيان المحور الحقيقي يوازي المن يوازي محور الرصادات لا مماطول بدب الأكس يعني معناه محور سينات يعني يوازي محور السينات إذن شنو معادلته أي مستقيم أفقي اسمه واي نعم سعد واي أي مستقيم عمودي اسمه أكس يساوي إي كي زيان البي تربيع من هو البي تربيع ستين البي البي ثمانية المحور التخيلي الأكس يساوي إنا الأج الأكس يساوي أج إذن معناها ورما أجي المعلومات اللي حتناها هس إذن معناه أكس يساوي سالب خمسة شنو نستخرج السي تربيع أي تربيع زائد بي تربيع أي تربيع زائد بي تربيع إذن ستة وثلاثين زائد أربعة وستين مية مية إذن جذرة عشرة قل لي شنو إحداثي البؤرتين تربيع هنا أنا صاير على السينات نعم أجزة إذن سي كي نعم الأجزة إذن سي أجزة إذن سي بكي نعم إذن معناها رح يصير عندي أجزة سي كي وأجزة ناقص سي كي ورح يكون عندي تعويض مباشر ورح يصير أجزة إي كي أجزة ناقص إي كي أيضا رح يكون تعويض مباشر رأسيا وإهنا رح يكون عندي الاختلاف المركزي تعويض مباشر اذا هذا كل ما يتعلق بالمادة المنهجية السؤال اللي موجود امامكم فقط يعني ما اقول للاطلاع ولكن فتفكرة اضافية لم تطرق بالوزاري اذا مر اي قطع بنقطة فانها تحقق معادلته اعوض مكان ال اكس 12 ومكان ال واي 12 استخرج قيمة سي وبعدين اشوف هذا هل هو مكافئ ام ناقص ام زائد اذا طلعت قطع مكافئ اذا ممكن هذا تطلعون عليها للاحتياط وهذه الاسئلة ايضا تطلعون عليها اذا عدكم وقت اذا ما عدكم وقت اذا فقط تقروا لي اسئلة الكتاب المحلولة بالملزمة ودشوفون دشوفون هنا موضوع الانسحاب سهل جدا وان شاء الله تكون الدرجة مضمونة به وشكرا اليوم لكم وان شاء الله ننتظر منكم التألق والنجاح اشتركوا في القناة